شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر تقنية الفيديو كونفرنس في اجتماع مع عدد من الرئيساء الأفارقة للتباحث حول المبادرات الأفريقية للوساطة في الأزمة الروسية الأوكرانية وذلك بمشاركة كل من رئيس جزر القمر الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي والرئيس الجنوب الأفريقي والرئيس السنغالي والرئيس الأغندي والرئيس الزنبي وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن القادة الأفريقة تباحث خلال الاجتماع حول تفاصيل المبادرة الأفريقية للوسطة بين روسيا وأوكرانيا مؤكدين أن الأفريقيا مصلحة أكيدة في العمل على إنهاء هذا النزاع بنظر لإثارته أو لأثره السلبية الهائلة على الدول الأفريقية وسائل الدول العالم وأضاف متحدث الرئاسة أن الاجتماع شهد التوافق على استمرار العمل المكثف على دفع المبادرة الأفريقية من خلال بلورة الآليات اللازمة لتشجيع الجانبين الروسي والأوكراني على الانخراط فيها بشكل إيجابي خلال الفترة المقبلة وقد أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع عن تطلع مصر لأن تسهم المبادرة الأفريقية في تسوية النزاع الروسي الأوكراني في ضوء ما يربط دول القارة الأفريقية من علاقات ممتدة مع دولتين فضلا عن الأبعاد المتعددة لتلك الأزمة التي تجاوزت حدودها الجغرافية لتشمل مناطق مختلفة من العالم كما أكد الرئيس السيسي أن مصر تبنت موقفا متوازنا منذ اندلاع الأزمة يستند إلى ضرورة احترام مبادئ القانون الدولي وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية وتغليب لغة الحوار موضحا أن مصر لن تدخر جهدا من أجل المساهمة في احتواء تلك الأزمة ومعربا عن التطلع إلى مساهمة المبادرة الأفريقية كخطوة على طريق تحقيق التسوية السياسية المنشودة بين طرفين النزاع ترجمة نانسي قنقر